بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم البناء الطلبة لأعزاء محاضرة المصورة لهذا اليوم ستتناول موضوعة العناصر الإخبارية وكذلك صفات الخبر طبعاً مفهوم العناصر الإخبارية أو ما يعرف بالقيم الإخبارية تختلف من مدرسة إلى أخرى حسب المدارس التحريرية المعتمدة في مختلف الصحف والوسائل الإعلامية في جميع أنحاء العالم ولكن بشكل عام تحدد هذه العناصر الإخبارية أو ما يعرف بالقيم الإخبارية بأنها المعايير التي يعتمدها الصحفي أو المحرر أو الصحيفة في اختيار الوقاع والأحداث من أجل أن يتم تحريرها أو تقديمها في النشارات الإخبارية أو في الصحافة الإخبارية بمعنى آخر هناك معايير معينة تحكم عدد من الوقاع والأحداث الجارية وعلى ضوء هذه المعايير يختار الصحفي أو المراسل أو المحرر هذه الأحداث وهذه الوقاع التي تكون صالحة للنشر الإخباري والنشر الصحفي وكما ذكرنا بأن هذه العناصر الإخبارية أو القيم الإخبارية تختلف حسب المدارس التحريرية ولكن بسياق عام يمكن أن نصف هذه العناصر الإخبارية أو القيم الإخبارية بأنها مخطط أو محددات معينة يعتمدها الصحفي من أجل أن أحكم على ما يأتيه من وقاع وأحداث ومعلومات حتى يتم وضعها في قالب صحفي معين أو قالب إخبار معين وبالتالي تقدم في النشرات الإخبارية في المواجزة الإخبارية أو على رأس الصفحات الإخبارية وهذه العناصر مختلفة وعديدة ويمكن أن نجمل عدد منها منها على سبيل المثال عنصر الأهمية وعنصر الضخامة وعنصر الشهرة وعنصر القرب المكاني وعنصر التوقيت وعنصر الندرة وعنصر الغرابة وعنصر الطرافة وعنصر العدد الأكبر أو الحجم الأكبر وغيرها من العناصر الإخبارية التي تعتمد في مختلف الصحف والوسالة الإعلامية من أجل تسهيل عمل الصحفي إذا نأتي على العنصر الأهم في تقديرنا هو عنصر الأهمية هذا العنصر يعتمد أو يمكن تحديد من خلاله أهمية المعلومة الواردة أو أهمية الواقعة أو أهمية الأحداث الجارية وبالتالي يمكن أن نطلق عليه هذا الحدث مهم أو هذه المعلومة مهمة أو هذه الواقعة مهمة صالحة للنشر الإخباري صالحة لأن تكون خبر على رأس الصفحات الإخبارية أو على رأس النشرات الإخبارية فعنصر الأهمية هذا مهم جدا في كل الصحف وكل الوسائل الإعلامية من أجل تحديد ما هو صالح للنشر فعلى سبيل المثال إذا أنا عندي جمهور معين هذا الجمهور المعين بالتأكيد سأبحث عن ما يهمه العنصر الأكثر أهمية إليه المعلومة الأكثر أهمية إليه الواقعة الأكثر أهمية إليه الحدث الأكثر أهمية إليه الذي يمس حياته يمس أمنه يمس مصالحه وبالتالي يمكن أن أعد هذا العنصر مهم جدا في تحديد نوع الخبر أو عنصر الخبر الأساسي المعلومة التي يتضمنها هذا الخبر حتى أقدمها للجمهور يعني مثلا نعطي مثال إذا كان أنا عندي جمهور معين وعندي هذا الجمهور تأتينا معلومات عن أحداث معينة فعندي على سبيل المثال إذا نقول بأن هناك زيادة في الأسعار أسعار المحروقات هذا يعد عنصر هام جدا يهم شريحة كبيرة من الجمهور لأنها ستنعكس على وتؤثر على مختلف جوانب حياة هذا الجمهور فبالتالي هذا الجمهور يرغب في معرفة تفاصيل هذه المعلومات تفاصيل هذه الواقعة تفاصيل هذه الأحداث التي ستخص موضوعة زيادة المحروقات فبالتالي أنا كصحفي أستطيع أن أجلب معلومات تفصيلية عن هذا الحدث أو هذا الواقع أو هذه المعلومات وبالتالي أقدمها إلى هذا الجمهور بصياغة خبر معين فلذلك عنصر الأهمية عنصر يعد في تقدير كثير من المحررين الأخباريين يعد على رأس قائمة العناصر التي يجب أن تعتمد في التحرير الأخباري أيضا للعنصر الثاني هو عنصر القرب المكاني طبعا القرب المكاني الجمهور في طبيعة الحال يهتم بشكل أكبر بالأحداث والوقاع القريبة عليه التي تدور حولها أو تدور في المحيط الذي يعيش فيه في المجتمع الذي يعيش فيه أقرب مكان إليه أو أقرب بيئة إليه يعيش فيها فبالتالي هذا يعد مهم جدا لهذا الجمهور فالقرب المكاني للواقعة أو الحدث أو المعلومة هي تهم هذا الجمهور والجمهور يرغب في معرفة معلومات تفصيلية عن هذه الحادثة أو هذه الواقعة التي وقعت أو حدثت في مكان قريب عن هذا الجمهور في قريب عن البيئة الذي يعيش فيها يعني مثلا نحن إذا نقول على سبيل المثال هناك حادثة طبيعية مثلا حادثة فيضان أو أمطار غزيرة أو حادثة إطلاق نار تقع داخل مدينة بغداد بالتأكيد سوف تهم بالدرجة الأساس جمهور مدينة بغداد لأنهم ساكنين في مدينة بغداد وهذا يعد مهم جدا إليهم لأنهم بحسب القرب المكاني الذي يعيشون فيه فالقرب المكاني مهم جدا للجمهور المستهدف في تحديد نوع الواقعة ونوع الأخبار المقدمة إليهم العنصر الآخر هو عنصر الآنية أو عنصر الحالية أو عنصر الحداثة طبعا هذا يقصد به بأنه الأخبار السريعة التقديم للجمهور الوقاع الآنية الوقاع الحالية كلما كانت أخبار ووقاع آنية وحديثة ووقعت في أقرب وقت ممكن للجمهور الجمهور يرغب في معرفتها بأسرع وقت ممكن فلذلك هذه الوقاع تكون مهمة جدا للجمهور والآن نحن نعيش في عصر التطور التكنولوجي المتسارع والمعلومة السريعة بفضل التقنيات الحديثة فبالتالي الجمهور يرغب في معرفة كل التفاصيل والوقاع والأحداث والأخبار التي تقع آنيا حاليا في الوقت الأسرع بالنسبة إليه حتى يستطيع أن يأخذ معلومات كافية عن هذه الوقاع والأحداث أيضا يستطيع أن يتمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة إذا كانت تمسه وتمس حياته ومصالحه المختلفة فالأخبار الحديثة والآنية أو الحالية هي مهمة جدا للجمهور جمهور وسائل الإعلام الجمهور قد لا يهتم بالوقاع التي وقعت قبل ثلاثة أيام أو قبل أسبوع أو قبل يومين لكنه بالتأكيد يهتم بالوقاع التي وقعت قبل عشر دقائق أو ربع ساعة أو ساعة أو في صباح هذا اليوم لأنها تعد بالنسبة إليه مهمة جدا من ناحية التوقيت الزمني والتي هي في إطار ما يعرف بالآنية أو الحالية العنصر الآخر من عناصر الأخبار هو عنصر الضخامة أو الحجم في العرف هذا نقصد به أنه في العرف الصحفي أنه عندما تكون عندك معلومة تهم أو خبر معين أو واقع معين تهم أكبر قدر ممكن من شراح الجمهور تعد هذه خبر مهما أو صالحا للنشر لأنه يهم شريحة كبيرة من الجمهور فعندما يكون هناك خبر أو واقع معين تهم سكان دولة بأكملها أو سكان محافظة بأكملها أو سكان مدينة بأكملها هذا يقدم بالنشرات الإخبارية وبالصحف الإخبارية على الأخبار التي تهم فئة معينة متخصصة أو محدودة على سبيل المثال فئة لربما فئة عمرية معينة فئة طلبة فئة كسبة يعني جمهور محدد نقصد به إذا كان يكون جمهور محدد وجمهور كبير نسبياً فإحنا نقدم الأخبار التي تكون مهمة للجمهور الأكبر نسبياً على الجمهور المحدد نسبياً على سبيل المثال منها عندما تكون عندي خبر لزيادة الرواتب أو يتعلق بسلم الرواتب الجديد كما هو متداول حالياً عندنا في العراق بالتأكيد هذا مهم خبر مهم جداً لأنه يمس شريحة كبيرة جداً من الموظفين في القطاع الحكومي والمؤسسات الحكومية والوزارات فبالتالي كثير من الصحف والوسائل الإعلامية تتسابق لنشر آخر المعلومات التي تتعلق بهذه القضية لأنها تهم أكبر عدد ممكن من الجمهور أيضاً من العناصر الأخرى بعناصر الخبر هو عنصر الصراع عنصر الصراع يقصد به الأخبار التي تتناول مختلف أنواع الصراع والنزاع الصراعات والنزاعات التي تحدث في مختلف قطاع الأرض وبالذات التي تحدث قريبة على البيئة التي يعيش فيها الجمهور المستهدف الإنسان بطبيعة الحال هو يهتم بالأحداث والوقاع التي تمس أمنه الشخصي وأمنه العام وأمن عائلته وأمن أصدقاء أو أقارب أو المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه والصراعات الأحداث التي هي تتمثل في الصراعات والنزاعات سواء كانت صراعات مسلحة نزاعات مسلحة بالتأكيد تهم هذا الجمهور بالدرجة الأساس لأنه تمس حياته فبالتالي الوسائل الإعلامية تركز على نشر هذه المعلومات التي تتعلق بالصراعات والنزاعات سواء كانت مسلحة أو غير مسلحة بشرية أو غير بشرية معارك صراعات مختلفة صراعات حول في جبهات القتال صراعات في الأمور السياسية في المعترك السياسي فبالتالي هذه أيضا تهتم بها الصحف المختلفة والوسائل الإعلامية المختلفة من أجر نشرها للجمهور المستهدف أيضا من العناصر الخبارية الأخرى وعنصر المنافسة طبعا عنصر المنافسة هو يتعلق بالتنافس المختلف وبالذات التنافس البشري وهذا التنافس يختلف عن عنصر الصراع التي يركز بالدرجة الأساس على النزاعات والصراعات المسلحة المنافسة هنا قد تكون منافسة غير مسلحة منافسة في البطولات الرياضية على سبيل المثال منافسة في الاقتصاد منافسة بالفكر في العلم في الجانب الأكاديمي في الجانب العلمي في الجانب المعرفي في الجانب الرياضي فهذه أيضا تعد من العناصر الأساسية أو المهمة بالنسبة للجمهور المستهدف والتي يرغب في معرفة المعلومات المختلفة والوقاع المختلفة حول هذه المنافسات مثل المباريات كرة القدم المنافسات الفكرية المسابقات الفكرية المسابقات الأكاديمية التي تندرج تحت بنت عنصر المنافسة أيضا من العناصر الأخرى هو عنصر الندرة طبعا عنصر الندرة يقصد به هي الوقاع والأحداث النادرة الوقوع وهذه العناصر النادرة الوقوع تهم شريحة كبيرة من الجمهور الجمهور بطبيعة الحال يبحث عن ما هو غريب أو ما هو نادر الوقوع من باب حب الفضول والاستطلاع لما يجري حوله من أحداث ووقاع فعلى سبيل المثال عندما نقول هناك زلزال أو كوارد طبيعية هذه تعد من الأخبار النادرة نادرة في مناطق معينة يعني في مناطق معينة لربما لم تشهد هذه الوقاع تختلف عن بلدان أخرى يعني مثلا في العراق لربما عندما نقول زلازم معينة ووقوع زلزال معين انفجارات بركانية معينة لربما فيضانات على مستوى متكرر هذا تعد من الوقاع النادرة التي يشهدها العراق بينما بعض الدول الأخرى مثل الدول الآسيوية أو الدول الأوروبية تشهد مختلف هذه الوقاع في كثير من الأحداث أو كثير من الفترات الزمنية على قد تكون تتكرر أكثر من مرة على مدار السنة لكن عندما نتحدث عن النذرة في مناطق معينة لم تشهد هذه يعني تشهدها بشكل نادر فأكيد هي تعد مهمة لهذا الجمهور المستهدف في هذه المناطق أنه يعرف معلومات عنها يعرف أخبار عنها من أجل أيضا إشباع وإثراء فضوله الإخباري والمعلوماتي وأيضا تساعده على اتخاذ القرارات المناسبة بما يتعلق بحي مجالات حياته المختلفة أيضا من العناصر الأخرى التي هي تعد من العناصر الإخبارية هو عنصر الغرابة أو عنصر الطرافة الإنسان بطبيعة الحال يبحث عن ما هو غريب وطريف إذا كان يقع تحت بند التسلية أو الترفيه على النفس فلذلك دائما الأحداث الطريفة أو الغريبة هي تثير اهتمام الجمهور المستهدف ويحب يستمع أو يعرف معلومات وأخبار عن هذه الأحداث الغريبة والطريفة والفكر الغربي بالدرجة الأساس اعتمد على أنه مفهوم الخبر يستلد بالدرجة الأساس على ما هو غريب وطريف بالنسبة للجمهور في جانب معين من عنده أنه يركز على الأخبار الغريبة والطريفة الإنسان هو من الوظائف الموجودة في وسائل الإعلام هي وظيفة التسلية والترفيه ولين درج تحت بنده الأخبار الطريفة والغريبة يعني على سبيل المثال عندما نقول أنه خبر عن أطباء عثروا على إبرة في رأس أمرأة مسنة نتيجة بعد إجراء عملية جراحية هذا يقعد من خبر طريف وغريب أيضا من الأخبار الطريفة أنه عندما نقول كلب يساعم في إحباط عملية سرقة في منطقة معينة أو على بنق معين هذا أيضا من أخبار الطريفة والغريبة فلذلك الإنسان دائما يبحث عن ما هو طريف وغريب من الأخبار والواقع والأحداث التي يهتم بها في مختلف الوسائل الإعلامي أيضا من العناصر التي يعني يمكن أن تحدد أهمية هذا الخبر هو قضية التوقيتات الزمنية أو العنصر التوقيت هذا يعني يختلف عن عنصر الآنية أو الحالية عنصر التوقيت يعني أحيانا الإنسان بطبيعة الحال يبحث عن وقاع معينة لربما مستقبلية ويترقب هذه الوقاع عندما نقول مسابقة معينة ستحدث بعد أسبوع من الآن أو بعد شهر من الآن هذا عنصر توقيت بيها أنه مستقبلي فالإنسان يبقى في ترقب حتى يتابع المعلومات الواردة عن هذه الأحداث عن هذه المناسبة الاستعدادات إلها كيف ستكون فبالتالي هذا عنصر التوقيت الزمني وفي معظمة في تقديري يرتبط بالأحداث المستقبلية خلينا نقول في جانب معين الغالب يفي على الأحداث المستقبلية أيضا عندما يكون أنا عندي توقيت معين مثلا عندي مناظرة سياسية في أثناء الانتخابات ستحدث بعد يوم أو يومين أو بعد أسبوع ومرشحين رئيسيين كما يحدث الآن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أنا كجمهور أهتم بها هذا عنصر التوقيت الزمني لأن أترقب بها ماذا سيتم طرحه من الأفكار وآراء ومشاريع سياسية تهمني كجمهور مستهدف فلذلك عنصر التوقيت هو أيضا من العناصر الإخبارية التي تعتمد في سياسات التحريرية عند مختلف المحررين والمراسلين والصحفيين في مختلف الوسائل الإعلامية هذا جزء أو عدد معين من العناصر الإخبارية التي تعتمد أو يتم الاعتماد عليها أو استخدامها في سياسة التحرير الإخباري وصياغة الأخبار في الصحف ومختلف وسائل الإعلامية في كثير من الصحف والوسائل الإعلامية في مختلف بلدان العالم الجزء الثاني من هذه المحاضرة المصورة سنتطرق بها إلى صفات الخبر طبعاً صفات الخبر هي تتعلق بأمور معينة حاولة عدد من المفكرين والمؤلفين المهتمين بالجانب التحريري والصياغات الإخبارية بالتركيز على مضمون معين داخل الواقعة أو صفة معينة يتصف بها الخبر تميزه عن العناصر الإخبارية يعني الصفات الإخبارية هي تختلف عن العناصر الإخبارية وهذه الصفات في كثير من عدها هي لربما بيها جانب أخلاقي منها بالدرجة لأصفة الصدق والصحة والتوازن والموضوعية كثير من الصحفيين والمراسلين والمحررين على مدى عقود من الممارسة الصحفية يرون بأن هذا الجانب الأخلاقي مهم جداً يجب أن تتسم به الأخبار والصياغة عملية صياغة الأخبار وتقديم النشرات الإخبارية حتى يتم تمييزه عن باقي الأخبار وما يقدم من النشرات الإخبارية أو المضامين الإخبارية التي يمكن أن توظف في جوانب أخرى سواء كانت جوانب سياسية، دينية، اقتصادية أو ما يعرف بالتوظيف الدعائي للأخبار باعتبار، إذا أنا يأتي على صفة الصدق إذا لم تقديم معنى التوظيح هذه الصفة أن الخبر أو الواقع يجب أن يكون صادقاً وصحي صادقاً في وقوعه ليس مزيفاً يعني هذه الوقاعة التي حرر منها الخبر والمعلومات الواردة في مضمون هذا الخبر هي معلومات صادقة، معلومات حقيقية وقعت على أرض الواقع عندما يعود إليها الجمهور المستهدف أو الجمهور الصحفي أو القارئ أو المستمع أو المشاهد يجدها موجودة على أرض الواقع ليست من اختلاق المحرر أو المراسل الصحفي أو الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية هذه الوقاعة وقعت بالفعل وهي صادقة الوقوع من ناحية وقوعها كأحداث بني عليها الخبر المقدم في الوسيلة الإعلامية فالصدق يعد جانب مهم يحكم عملية تحرير الأخبار لا بل من بداية جمع المعلومات وجمع الأخبار حتى تحريرها وتقديمها في الصحف وفي النشرات الإخبارية بالوسائل المرئية والمسموعة وحتى الوسائل الإلكترونية الصفة الأخرى صفة الصحة صفة الصحة هي لربما مشابهة نوعا ما إلى صفة الصدق الصدق والصحة هي مشابهة بأن المعلومات الواردة والوقاع الواردة في مضمون الخبر هي معلومات صحيحة معلومات صحيحة الوقوع وليست معلومات مغلوطة وليست معلومات مزيفة وليست معلومات مكذوبة حتى أستطيع أن أقدم مضمون صحيح للجمهور المستهدف الصفة الأخرى أو الثانية هي صفة الدقة نقصد بالدقة أنا كصحفي أو مراسل أو محرر يجب أن ألتزم بشكل دقيق بالوقاع والمعلومات الواردة في الحدث أو في الخبر دون إضافة أو دون حذف المعلومات يجب أن تكون دقيقة دون إضافة ودون حذف وأيضا ترتبط بجانب الموضوعية أحيانا لكن عندما أكون دقيق في هذه المعلومة كما هي على أرض الواقع دون أن أضيف شيء أو أختلق شيء من عندي أو أحذف شيء من هذه المعلومات أو هذه الوقاع أو هذه الآراء فبالتالي أنا رح أقدم مضمون دقيق جدا للجمهور المستهدف كما هو واقع على أرض الواقع الصفة الثالثة هي صفة الموضوعية أو التوازن رح يسموها الموضوعية بشكل عام الموضوعية أنا كصحفي وكمحرر وكمدير تحرير يجب أن تكون شخصيتي بعيدة ومستقلة عن الوقاع المحرر يعني عندما أحرر خبرا أو أجمع معلومات عن خبر معين أو وقاع معين يجب أن تكون شخصيتي محايدة بالوقاع الموجودة سواء كانت أتفق معها أو لا أتفق معها عند موقف إيجابي أو سلبي من هذه الوقاع أو الآراء والموضوعية أيضا يجب أن أنقل المعلومات والآراء الواردة بشكل متوازن ما بين الرأي والرأي الآخر حتى لو كان يعني يجب أن يكون محايدة هذا الحياد مهم جدا يطلق عليه موضوعية الكاتب أو موضوعية المحرر حتى أن أنقص صورة متكاملة عن الحدث والواقعة كما وقعت أنقل كافة الآراء الآراء المؤيدة والآراء المعارضة الآراء الإيجابية والآراء السلبية الآراء والواقع والأحداث كما وقعت كما حصلت على أرض الواقع ولا أميل إلى جانب دون جانب آخر لأنه بالتأكيد سيكون هذا التحييز أيضا موضوعية ويسمى عدم التحييز فالحياد مهم جدا للمحرر الصحفي والمراسل الصحفي ومدير التحرير حتى أقدم مضمون إخباري متوازن وموضوعي وصادق وصحيح ويكون يحترم بالنهاية من قبل الجمهور المستهدف وأحترم عملي المهني وجانب الأخلاقي في عمل المهني لأن كما ذكرنا أن هذه الصفات تتعلق في كثير منها بالجانب الأخلاقي للعمل الصحفي وهذه حقيقة من بين الأمور التي كثير ما تتهم بها كثير من الوسائل الإعلامية والصحف والوسائل المرئية وغير المسموعة بأنها تكون غير محايدة غير موضوعية تنشر أخبار مزيفة أخبار غير صحيحة أخبار غير دقيقة فبالتالي الاهتمام بهذه الصفات في العملية الإخبارية وفي تحرير الأخبار هي مهمة جدا للعمل الصحفي وهذا كما درجت عليه العادة ميزت كثير من المحررين والكتاب والمراسلين أصبحت لهم سمعة في كثير من الوسائل الإعلامية لأنهم حافظوا على الجانب الإخلاقي بما يتعلق بصفات الخبر ناحية الصدق والدقة والصحة والموضوعية وعدم الانحياز وأصبحت لهم أسماء لامعة في كثير من الوسائل الإعلامية وفي مختلف بلدان العالم لذلك تعد هذه مهمة جدا لأي من يشتغل في الإعلام وفي الصحافة أنه يجب أن أكون أنا موضوعي وأن أكون عدم متحيز حتى وأمارس عملي بكل دقة وكل احترام وأتعامل مع الوقاع الصحيحة والصادقة دون المعلومات المشوشة أو المعلومات المزيفة والمختلقة وهذا بالتأكيد سينعكس احترام على المؤسسة الإعلامية التي أعمل فيها وبما تقدمه من مضمون ومحتوى إعلامي في النهاية أعزاء الطلبة أشكر لكم حسن الاستماع والإنصات والمشاهدة لهذه المحاضرة وإن شاء الله نلتقي بكم في محاضرات أخرى من أجل تقديم معلومات إضافية عن كل ما يتعلق في الجانب التحرير الصحفي والأخبار وصياغات الأخبار ومضامين الأخبار بما يمكنكم أو بما يقدم لكم معلومات إثرائية كبيرة تكون مفيدة لكم في مسيرتكم الأكاديمية وإن شاء الله فيما بعد بمسيرتكم العملية والممارساتكم المهنية في مختلف الوسائل الإعلامية لذلك أنا أشكركم مرة ثانية على حسن الاستماع والمشاهدة والإنصات وإن شاء الله نلتقيكم في محاضرات أخرى في القريب في المستقبل القريب بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته